اول حاجة هنشتغلها من تحت هنشتغل العروسة من تحت الفق الاعدة من تحت اللي هي الجزء الكابل من تحت بيشتغل كله بنص عمود بعدين بكمل بجرزة حشو هي دي بس اللي بتشتغل بجرزة النص عمود يعني ما فيش اي نص عمود تانية قبل بعدين هعمل ثلاثة ارتفاع نشو هعمل عشر ثلاثة للاول وبعدين هعمل اتنين ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واثنين ارتفاع هسيب الاثنين ارتفاع دول وهشتغل نص عمود لحد الاخر اشتغل في الثلاثة لحد الاخر نص عمود هشتغل نص عمود لحد اخر الدور وهنعمل في السلسلة الاخرنية خمسة نص عمود هي زيها زي البيضاوي اللي احنا عملناها اه هشنونة ازاي عملناها في الشنطة هشتغل خمسة نص عمود في مكان واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعدين هرجع اشتغل على النص التاني من السلسلة نص عمود لحد الاخر هاجي عند السلسلة الاخرنية اللي هعمل فيها اربعة لان الارتفاع بحسبوها عمود من ضمن العمدان بتوعتها زي واحد اتنين تلاتة اربعة بعدين هقفل بمن ضلقة في السلسلة التانية في الارتفاع هطلع اتنين الارتفاع وبعدين هشتغل نص عمود في نفس السلسلة لحد الاخر هنعمل تزايد بس لما خلص دول اول او احاول بس اخلي بالي لما اجي اعمل حاجتين زي بعض ايدين رجلين الكعبين لازم يكونوا في نفس الوقت يعني انا في الرجل الواحدة او في الرجل الواحدة هعمل اتنين بيضاوي واحط الكارتونة دي في وسطه يبقى انا لما اجي اشتغل هعمل اربعة بيضاوي مرة واحدة لان ممكن لو عمدت الرجل في يوم وتاني يوم عمدت الرجل التانية هتلاقي في فرق في الحجم افضل مشي نص عمود لحد ما اجي عند غرز التزايد هنخلي الخمسة عشر اتنين اربعة ستة تمانية عشر وبعدين هارجع اكمل تاني كل غرزة نص عمود لحد ما اصل الاخر وهعمل تزايد في الاخر يبقى انا عندي الكعب من تحت هو بس اللي فيه نص عمود وهو بس اللي فيه منزلقة وفيه ارتفاع بعد كده مش عامل لمنزلقة ولا ارتفاع هايجا عندي الغرز بتاعت التزايد اللي هنا دول اربعة خليهم تمانية اتنين اربعة ستة ثمانية واخد واحدة في السلسلة اللي تحت الارتفاع عشان تبقى هيا والارتفاع وعملين الاتنين اللي هيعملوه العشر اللي في الاخر نعم وبعدين هقفل بالمنزلقم وقص الخيط بس انا كده وصلت بمساحة القدم ده كده البطرون بتاع رجل نفسه انا هحط اللي اتنين ضهرين على بعض وخلي الوش من هنا والوش من هنا من النحية دي اخلي الاتنين جنب بعض بالزبط طول ما انا مشي صح عدد السلسل بتاعته ما هيكونوا زي بعض اخش في المص من النحية دي انا قصت الخيط لي لان انا عندي الخيط بطلع من الجنب انا عزي يطلع من النص اخش من السلسلة كاملة مع السلسلة كاملة اخذ العقدة دي ادخل الفتلة بتاعت البداية دي جوه كل الفتل دي هتقش جوه اشتغل منزلقة وحاول ارايح السلسلة بتاعت المنزلقة لان دي هتقش جوه اخش عليها في الدول اللي بعض خليهاش مجدودة قوي اه في السلسلة كاملة من هنا والسلسلة كاملة من هنا اشتغل 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 شايفين المنزلقة تلاقيها عملالي السلسلة اه اه هي السلسلة دي اللي انا هشتغل عليها بقى في بقية الرجل يبقى ده كده الجوز اي ده انا مليش دعوة به بعضي تمام افضل شغلت دوران كله وقبل ما اقفلها ام يدخلك كارتونة دي اه انا فاكر الاثنين الرجلين لا دي رجل واحد لا دي كده رجل واحد شكرا بقولك لما تيجي نشتغل دي هنعمل منها اربعة اتنين في الرجل واتنين في الرجل لا دي اتنين في الرجل لا شدش قوي لان انا استخدم غرز اصبر لان لو غرز بتاع المنزلقة دي هنعمل منها كده ليس هارا فاخش فيها هدخل كل الخيط اللي جوه. فهم مدخلها واحدة. حتى دي لما تنسي تتقصي بنقص الاتنين مع بعض. لان دي دخلت هنا. ممكن اجي اعمل التانية مش عارف اطلع دي من دي. فانا بعمل الاتنين قد بعض. لان لو واحدة كبيرة عن التانية الكبيرة دي هتشد الخيط فهتكبر حجمها حتى لو غرص طاحتها. وبعد ذلك نكمل قفل الاتنين مع بعض. اعملت النص عمود ومنزلق. الايه? الرجل من تحت اعملت النص عمود وخلاص. القعدتين من تحت. بربطهم الاتنين بمنزلق. لحد ما انا بوصر للحف بتاعها من هنا اللي انا بدأت به. دي السلسلة اللي في النص. وبعدين برف الشغل وبشتغل على نص السلسلة اللي انا شغلها. مفيد ان انا عندي هنا. اه. المفيد ان انا عندي هنا المنزلقة عاملة زي شكل السلسلة انا هشتغل على النص اللي جوة بتاع ده. يعني اهيد للسلسلة ايه انا هشتغل على النص اللي جوه. ان هو ده. مش النص اللي بأي انا هعمل ثلاث دوار سبسين اول دور على النص السلسلة لجوه وبعدين هشتغل على السلسلة الكملة. الدورني التانيين ع السلسلة كاملة. باي وجوزة ده? طيب انا بعد ما عملت ده. نحن عملنا کے ثلانين البيضاء منتحته افناهم وبعدين انا افنا من زرقة طلعت الثلاث دوار سبتين اول دور على نص السلسلة اللي جوه عشان يجيني فرق في الكعب بالطريقة دي يعني كده النص اللي فوق لو احنا عايزين نعمل من اللي تحت ده اللون ونشوز من فوق لون تاني عشان يبقى زي بكوتش او حاجة زي ما انتو عايزين هي هي نفس الخطوات بس الفرق اننا بابدل اللون. طيب ايه دي? ايه دي دي هو احد مشمول. الفاتلة دي? لا. تلاث دوار سبتين. المفروض ان التلاث دوار سبتين دول يبقوا طلعين معي على ستة وتلاتين غرزة. ممكن تشتغلوا الجزء اللي تحت وبعد كده هتيجوا تطلعوا فوق ما تلاهمش ستة وتلاتين تلاهم زيادة واقل تقولوا طيب ما احنا شغالين الجزء البيضوي من تحت صح بس المنزاركة هي لك تبقى صعاد غلط. لان انا شغالة على كل جرزة المنزاركة. فلو المنزاركة كتير هتطلع لك الحشو كتير. لو المنزاركة قليلة هتطلع لك الحشو قليلة. فوانت شغالة المنزاركة عميل حسابك ان هما هيبقوا ستة وتلاتين منزاركة. ايه دي اللي انا عملتها دي? الفاتلة دي عبارة عن ايه? الفاتلة دي عبارة عن مركر انا بحطه ما بين كل دول والتاني. يعني احطتها النحية دي مرة من قدام مرة من ورا. المرضي هيكبها قدام وبعدين نبدأ اشتغل. الدول اللي بعد اقوم حطها كده. دول اللي بعد احطها كده. لان انا. بالضبط لان انا مش بعمل الارتفاع ولا بعمل منظلقة. انا فيش حاجة بتبين لي بداية الدول فين. وانا هابدا قاعد. الفروج دي مش حطته وبعدين مشيت عشرة. رجعت. طب انا هوقف العشرة اخرانين دول فين. فانا بحط المركر ده كده بتبقى اي فاتلة ملونة من غير عوضة ومن غير اي حاجة انا بحطها يا دول بس كده. او مركر ومشبك? المشبك كل دول هاتلاقي وانا هاتلاقي الغرزة نفسها وسائد. اوه. اللي انت بتتضاية تشد فيها. وبعدين هيبقى في فيبرا وهبقى في سلك. فهيبقى صعب ان انت بتطلعي. اوه. لكن دي بعد ما بخلص طلعتها زي ما طلعتها في الاخر بشدها كده. هاتحديد لك البداية. هاتحديد لك البداية وانها اي في. بس هي حاجة ضروري. طب بنحطها من تاني صف. بتحطيها من اول ما تبدأي في. اول صف. من اول صف. بتبقاية تحطيها عشان تبقى عارفة انت هتقف فيها. هبلا حطها من ورا ليه? من ورا ايه? عندي ايه. عشان التراكز بتاعي يبقى من قدام. دي كده بداية الغرزة بتاعتي. اه. تمام? طيب. هطلع ازاي? المفروض ان انا عندي عشرة حشر. اه. اخلي بالي بس من الغرزة اللي تبقى ورا الفتلة. هجبها الناحية دي. اتاخد السلسلة كلها? واحد اه. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. وبعدين في ستاشر غرزة تناقص. بخليهم تمانية. الستاشر بخليهم تمانية. اتنين 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 اه. بس التناقص بتاع العروسة غير التناقص بتاع الايس كاب غير التناقص بتاع البلوفر غير اي تناقص تاني. حتى غير التناقص بتاع البلورو بتاع الحادة التناقص بتاع الغرز التانية كان بيسيبلي فراغات شوية بس ما كانتش بتبنى ان الخط معي تخين طبعا بالنسبة لان الوقت بيشتغل بقطن الخط رفاية فاي فراغة هيبقى باين والغرزة صغيرة والغرزة صغيرة فاي فراغ باين وهيبقى فيه الحشو اللي جوه الفايبر او السلك اللي جوه هيبقى واضحة فالتناقص بتاع الاميجرامي عمتلا سواء عروسة او لابدوب او لعبة او اي حاجة انا باخد الطرف اللي قدام من الغرزة الطرف التاني من الغرزة اللي بعدها دول الغرزتين اللي انا هعملهم تناقص واقوم واخد الخيط طلعة منهم واقوم عاملها غرزة عادية حشو ده كده واحد باخد الطرف من قدام ده باخد الطرف التاني واقوم واخد الخيط وطلعة واقوم عامل كده اتنين بمفردنا انا هعمل تمانية اه تلاتة اربعة تلاتة 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 ثم ستة سبعة. تمانية. تسعة عشر. هلاقي هي가요? وايفت عند الماكرですか. الدور اللي بعده هعمل عشر حشو. التمانية اللي انا نقصته مفوق هنقصته مخليهم اربعة. وبعدين هعمل عشرة كمان. واحد. اتمين. تلاته اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 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 عشرة هياخد التمانية اللي انا مقصتهم تحت دول هيبقوا اربعة يعني كده اتنين تلاته اربعة وبعدين هكمل العشر غرز التمانية واحد اتنين تلاته اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده لسه انا شغالة لسه هم هعمل دور ثابت الدور الثابت ده يبقى باربعة وعشرين يعني دور الاكراني ده دور ده كده اربعة وعشرين هطلع دور هطلع دور ثابت عليه هيبقى بارده باربعة وعشرين غرزة وبعدين هكمل تناقص طيب بعد كده انا كده عملت الدور السابت الدور اللي بعده وبرده هبدأ بعشرة حشو هعدل المركر الناحية التانية دور واحد ثابت بس هعدل المركر هعمل عشرة وخلي بالي من غرز ده اللي ورا المركر دي على طول واحد اتنين تلاته اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة الاربعة اتنين الاربعة لما انا نقصتوه ما خليهم غرزتين من هذا كده واحد اتنين وبعدين هكمل العشرة التانية واحد اتنين تاليته اربعه خمسه سته سبعه تمانية تسعه عشره اخر دور معي في التنقص هنقي الصفحه لبعدها هيبقى برزه واحد هعمل عشره والاتنين اللي انا باقي معي من تحت دول اخليهم واحده بس هبدأ العشره واحد اتنين تاليته اربعه خمسه سته سبعه سبعه ثمانية تسعه عشره والاتنين دول مفروض ان هم يبقعين في النص زي ما هم مطلعين كده اخدهم الاتنين دول تناقص واحد انا هكمل العشره التانيين واحد اتنين تاليته اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعه اجماري لا اجماري كله واحد وعشره عشره وعشره واحده في النص تمام تمام بعد ما بخلص بلاقي الفتلة لان كل شباب يطلعها قدام ورا هي عاملة زي السراجه كده هاي بقوم شدها طلعت مرة واحده ما بيينتش اي حاجه عايزة بقى السلك وعايزة الفايبر مفروض ان انا بعد كده بطلع خمسه وعشرين دور ستكسين بس قبل ما بطلعهم بشوك الاول انا عايزة طلعهم بلون الجسم او لا ماشي هتغيري اللون عايزة لون البنطلون تمام عايزة كميلي بنفس اللون يبقى زي بوت كده زي الفل ما فيش مشكلة بس اي انكين قبل ما اطلع الخمسه وعشرين دور لازم احط الفايبر وحط السلك لانك مش تعرفت خشينها دائما جميل اماماً تاميم قبل قد قد ايه السلك قد ايه اربعم موجود ان هوا سلكي بادخن من ده شوية وانت بنضطيش العدد ايه حتى ما ساعده بيبقى متر متر اا متر الحيس طب اللون يجيب اللي جايبر وفاية هنستخدم المتر اخر اللي هو ده بتخين اه ده التخين اه اسك هزا سميه هذا هو مجموعة هذا هو مجموعة أصفة أصفة مجموعة 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 أصفة أصفة كذلك تكون طويلة أو صوايرة لكي لا تستطيع الأisms مجموعة هل أريد أن أقوم بعملي دوان؟ الرجلة نفسها لأد الأعداء المفوضة أن هذا المسلك لا يتقص خالص فهو دس يتقص نصين مص الرجل ده و مص الرجل ده و بعدين لما بحط الرجلين جنب بعض بربطهم الاثنين مع بعض يعني ما حد الشي يجي بعد الخمسة و عشرين دور لنقويف لحد هنا هو مقاصس لا هو المفوض أن هما الاثنين بيبقوا أد بعض عشان أنا بربطهم الاثنين يعملون الحوت شكل الحوت بتاع الجسم نفسه يعني بتبقى عاملة كده بتدفع بقى النحيات يعني أنا أفضل أبقى كده و شغلة بيه هو موجود وهو موجود يعني بص الرجلة هي؟ بتخلص هنا بعدين أنا بتنين نحياتي ببرموا مع النص التاني بطلعوا عمود واحد قمت الجسم بصة ما يتقصش لو تقصتها هتلاقيها هتلاقيها بتلق ملاخلها ملاخلها في خلال في النص طب المايل عدمات من السلك هفوض أنه في النهاية بقى قد إيه طول قد إيه هو المتر بيعمل لك العروسة كم تتاني دي كم تانية مصير هو دعشة رفاية فإحنا تانيني عملت أربعة متر عستطيلها اتنين او اتنين وعميتهم مواجهة اوه هي تانية الواحدة دي بس تمام بعدين هدخلها من نحياتي بس حلو أن نجي حل كده عشان لو كده نعمل ايه لو كده نعمل ايه اوه تمام اهي عايزين الفايبر بقى الفايبر لما باجي بحطه برضو بحط الرجلين مع بعض يعني بعد ما خلصت ده والسلك لما بيتقصه بيتاني برضو بتحطي الاتنين مع بعض لأن الفايبر ممكن لو انا حطيت هنا كتير وهنا قليل يغير برضو في الحجم التاع الرجل بحط حاولين السلك وورا طيب انا دلوقتي ده طالعهو الرجل التانية السلك بتاع ها جيبه منين برضو نفس الطريقة اه يعني نفس النص التاني بتاع السلك وهتتنيه برضو بنفس الطريقة ده ها انا 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 اخشيته كده فقا او ا عندي اكتسبحين انا اخشيتك انا اخشيته انا اخشيتك انا اخشيتك اه يسجل انا اصداد موضوع انا اهم، انا اتبقي الناس تحطي فايبر وقبل ما تحطي السلك عملي الرجل التانية وحطي الرجلين كده. احشي هنا. واحشي هنا وبص يشوفي الفرق. تمام? اه. بعد كده بطلع الخمسة وعشرين دور سبتين بس عايز اواريكو بس بنبدل اللون ازاي. منجيب فتلة من اللون التاني. وهو ده. هو مفوض ان الطريقة دي تاخدوها الليفل الجاي في التابستر لما نجي نغير اللون. بس عشان تشتغلوها المرادي. انا بدخل في الغرزة اللي هنا. ما باقفلهاش للاخر. اه باقوم بصاحب اللون الجديد. بدا. بامشي جوا الاتنين دول شوية لان ولا ده هيتعقد ولا البداية دي هيتعقد. فانا بامشي عليهم شوية وبعدين بقص اللي هو الاصفر اللي انا مش عايزاه. وبكمل باقي العروسة منها. عشان اخلي الرجل برزة شوية. انا باشتغل على نص السلسلة اللي جوه. يعني عشان يباني الانشوز برزة شوية. اه. باشتغل على نص السلسلة بروس شوية وبعدين بكمل على نص السلسلة ان هو ده. النص السلسلة وبعدين بكمل على السلسلة كلها كامل. انا مم؟